بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم نتحدث فيه بإذن الله عن نشأة المدن وهي من الدروس أبناء وبنات الطلاب الوحدة الثالثة التاريخ الوطني الدولة السعودية الأولى إذن درسنا الخامس عشر جذور تأسيس الدولة السعودية نشأة المدن أبناء وبنات الطلاب لا بد أن نعي ونعرف أن التاريخ أو تاريخ الدولة السعودية من بدايتها إلى يومنا الحاضر إلى هذا العهد الزاهر هو تاريخ مرتبط مع بعضه البعض فلا بد أنا أو أنتم أبناء وبنات الطلاب أن نربط الأحداث ونركز بهذه الأحداث لكي نعي ونعرف هذا التطور وهذا التقدم الذي وصلنا إليه من أين أتى ومن كان وراءه أبناء وبنات الطلاب تحدثنا في الدرس ما قبل السابق عن تأسيس أو جذور تأسيس الدولة السعودية الأولى ممتازين أحسنتم تعرفتوا أنا وأنتم لا بد أن نربط المواضيع كما ذكرت لكم مع بعضها البعض أنا وأنتم تعرفنا أن جذور أسرة آل سعود هذه الأسرة مباركة تعود إلى ممتازين بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل من ربيعة أين استوطنت هذه القبيلة؟ أين استوطنت هذه الأسرة؟ أحسنتم إذن كانت أو قدمت من الحجاز وانتقلت إلى قلبي شبه الجزيرة العربية لماذا؟ أحسنتم ممتازين لأنهم كانوا يبحثون عن الكلأي وعن المراعي لإبلهم ومواشيهم ممتازين بعد ذلك استقروا وكان ذلك قبل قارنين من ظهور الإسلام وجدوا هذا المكان الصالح للاستقرار لوجود المراعي ووجود المراعي المناسبة لإبلهم ومواشيهم وهذا هو السبب في انتقالهم وخروجهم من الحجاز إلى قلب شبه الجزيرة العربية أحسنتم أبنائي أيضا نقلنا لكم وتعرفنا ما قاله يا قوت الحموي ونقله في كتابه معجم البلدان عن أبي عبيدة معمر بن المثنى حيث قال خرجت ممتازين بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل يتبعون الريفة ويرتادون الكلأ أي أنهم كانوا يبحثون ممتازين أحسنتم لا بد أن نربط ابناء وبناء الطلاب لاحظوا ذكر أو ما نقله يا قوت الحموي بما ذكرناه سابقا أحسنتم أحسنتم ممتازين فلما وصلت بنو حنيفة نلاحظ حينما وصلوا إلى أطراف اليمامة نزل أحد زعمائها من هو ممتازين هو عبيد بن ثعلبة ممتازين أحسنتم عبيد بن ثعلبة بن يربوع الحنفي في موضع ممتازين أحسنتم لم يكن أو لم يصل إلى اليمامة أو لقلب اليمامة بل كان على أطرافها بنحو أربعين كيلو مترا أقام فيها عدة أيام وجلس فيها فترة من الزمن خارج بعد ذلك من أتذكرون ما ذكرناه في الدرس ما قبل ممتازين أحسنتم حينما خرج أحد الرعاة أو أحد من يعمل عند عبيدا فذهب يتطقص ويستطلع ويبحث ويشاهد بالمناطق التي كانت قريبة منهم أو من مكان نزولهم فوجد مكانا يسمى خضراء أحسنتم خضراء حجر فماذا شاهد أبناء وبناة الطلب شاهد قصورا ونخيلا وأرضا واسعة وأرضا وفيرة بالمياه هذا إن دل على شيء دل على طيب أرضها ونتج عنها ووفرة نخيلها ممتازين ومزارعها عاد هذا الراعي أو هذا من كان يعمل عند عبيدا إلى عبيد وكان معه قليلا من التمر ما وجده في تلك الأرض فأعجب عبيدا بهذا أو بما أكله فقال هذا والله ممتازين فركب فرسهم حينما أصبح وذهب إلى تلك المنطقة وسميت هذه المنطقة بحجر الإمامة لماذا ممتازين لأنه احتجر ثلاثين دارا وثلاثين حديقة طيب ابناء وابنة الطلاب بعد ذلك تعرفنا إلى أمر مهم جدا من كان يسكن خضراء حجر قبل قدوم بني حنيفة أحسنتم بعد ذلك تعرفت أنا وأنتم على من كان يسكن خضراء حجر التي سميت بحجر اليمامة قبل وصول بنو حنيفة قبيلة ممتازين قبيلة طسم قبيلة طسم كانت تسكن خضراء حجر لماذا سميت بهذا الاسم لكثرة الخضرة فيها أي بمعنى المزارع والنخيل والزراعة ووفرة المياه وهي الرياض هذا اليوم إذن الرياض هذا اليوم هي التي كانت خضراء حجر التي يكثر فيها أو تكثر فيها الخضرة من مزارع ونخيل ووفرة في المياه هذا الموضع هو جزء من إقليم ممتازي من إقليم اليمامة إذن هذا الموضع الذي كان أو نزل فيه بنو حنيفة كان يسكنه ويقطنه ممتازين قبيلة طسم وكانت تعرف بماذا بخضراء حجر طيب هذه القبيلة أبنائي كانت تسكن في هذا الموضع قبل الإسلام وهي قبيلة ماذا طسم وهي قبيلة عربية بائدة عاشت أبناء وبنات الطلاب وعاصرت قوم ممتازين ثمود وفي المقابل وهي قريبة منها وبالتحديد في الخرج حاليا أو ما كانت تسمى قديما الخضرمة كانت قبيلة جديس هاتين القبيلتين طسم في اليمامة وجديس في الخضرمة أو الخرج حاليا كانت تعيشان في حضارة وفي منعة أو في استقرار واضح جديس كانت تشتهر بالزراعة وأيضا طسم أو طسم ما كان فيها من حضارة ومباني وزراعة لكن هناك بعض القوة التي تدخلت أشعلت فيما بين هاتين القبيلتين المشاكل إلى أن وصلت إلى حرب بينهما إلى أن وصلت إلى حرب بينهما ممتازين أدى ذلك إلى نهاية ماذا هاتين القبيلتين وبقى آثارهما إلى أن وصلوا بنو حنيفة وما اشتهر من قصص عن هاتين القبيلتين هي القصة الأسطورية التي وردت وما تسمى بزرقاء اليمامة التي اشتهرت بحدة بصرها حيث يقال أو يذكر أنها تشاهد لاحظوا أبناء وبنات الطلاب عما ذكر عن حدة وقوة بصر زرقاء اليمامة التي تنتمي إلى قبيلة من؟ ممتازين قبيلة جديس كانت تشاهد من على بعد مسيرة ثلاثة أيام لكم أن تتخيلوا أبناء وبنات الطلاب حدة البصر فلذلك يطلق المثل على حدة البصر فقال العرب أبصر من زرقاء وكانت نهاية زرقاء في الحرب التي قامت بين طسم وجديس حينما قالت أو حذرت قومها أنها تشاهد كما ذكرت لكم في الدرس السابق أنها تشاهد أشجار تتحرك فلم يصدقوها وجلسوا يتهكمون بما قالت ففعلا حينما هجموا عليهم وقامت الحرب أدى ذلك إلى مقتلها وازدهرت مدينة حجر اليمامة فأصبحت كما ذكرنا لكم أبناء وبنات الطلاب هي مصدرا للزراعة حينما دخلوا بنوا حنيفة إلى أبناء وبنات الطلاب في الإسلام كانوا خير سند للنبي للنبي صلى الله عليه و بالتحديد حينما ساندوه في موقفهم ضد قريش أبناء وبنات الطلاب كما ذكرت لكم في الدرس السابق وهي دروس مرتبطة مع بعضها البعض أصبح بنو حنيفة من دعائم الدولة والمجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوقفوا بيع الحبوب على قريش وحينما طلبوا منهم النبي صلى الله عليه وسلم إعادة البيع رأفة بهم وخوف عليهم من الجوع إذ ظهر منهم المحدثون والمفسرون والعلماء وعندما كما تذكرون أبناء وبنات الطلاب حروب الردة كان لبني حنيفة أو بنو حنيفة موقفا مشرفا ومساني ومساندا ضد هذه الحركة التي تزعمها مسيلمة الكذاب حيث وقفت أجزاء كبيرة من بنو حنيفة مع جيش المسلمين الذي كان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما انتصر المسلمون في معاركهم في عقربها كما ذكرنا لكم هي أحد المعالم الإسلامية التاريخية بالقرب من الجبيلة القريبة من منطقة الرياض وبعد عصر الخلفاء الراشدين أصبحت اليمامة بعيدة عن عناية الدولة الأموية وأيضا عناية الدولة العباسية فأهملت هذه المنطقة وأصبحت عديمة الاستقرار بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد أن توالت هذه الدول الدولة العباسية وتلتها أعفن الدولة الأموية وتلتها الدولة العباسية أهملت هذه المنطقة وأصبحت بعيدة عن الاستقرار وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أي في عام 253 هجرية استولى محمد الأخيضر على اليمامة واتخذ الخضر المثال قاعدة لملكه وتداول بنوه الحكم منذ ذلك العهد إلى منتصف القرن الخامس الهجري وكان لبني الأخيضر أثر كبير في تهجير بعض سكان اليمامة من بني حنيفة وغيرهم إذ يقول ابن حوقل وصادف ذلك دخول محمد ابن يوسف الحسني الخيضر اليمامة وانقشاع أهلها من جوره أي أنه ظلمهم وجار عليهم فخرجوا إلى مصر والمعدن هذه المعدن أبناء وبنات الطلاب هي الأرض الواقعة جنوب مصر كما ذكرت لكم وعلى هذا فإن نفوذ بنوه حنيفة بدأ بالأفول وبدأ بالتراجع منذ منتصف القرن الثالث الهجري ولكن بزوال الأخيضرين لم تحكم اليمامة حكما قويا للاحظ أبناء وبنات الطلاب هذا التدرج التاريخي والتوالي التاريخي لا بد أن نركز فيه تدرج التاريخ وتواليه تاريخا بعد تاريخ وأحداثا بعد أحداث لا بد أن نركز فيها أبناء وبنات الطلاب وبزوال الخيضرين أبناء لم تحكم اليمامة حكما قويا ولم تقم فيها أي دولة ذات شأن ليعتني المؤرخون بأمرها أي لينقلوا ما يحدث فيها فبقي اسم مدينة حجر لشهرتها القديمة واستمرت أبناء وبنات الطلاب أنها تعرف بأنها قاعدة اليمامة عند كل من كتب عن اليمامة من المؤرخين امتدادا لتلك الشهرة امتدادا لتلك الشهرة أبنائي وبناتي الطلاب إذا أبنائي في هذا الدرس تعرفت أنا وأنتم مقدار أو ما قام به بن حنيفة حينما دخلوا في الإسلام ودعمهم لقم حركة التمرد التي قام بها مسلمة الكذاب وسميت بحركة الردة أو بحروب الردة ووقوفهم مع جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد الذي انتصروا أو انتصروا معه وبقيادته في عقربات وبعد ذلك توالت العصور وتوالت الأحداث على اليمام أبناء وبناتي الطلاب إلى أن أهملت بزوال حكم الأخيضريين وأصبحت بعد ذلك مكانا لا توجد فيه دولة قوية في ذلك الوقت تحكمه وبذلك أبناء وبناتي الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شاكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح شكرا